وعشان خاطر جماهير نادي الزمالك الحقيقية اللي وقفة وان شاء الله هتوقف والدعم وكلام وهتوقف ورانا ديها وكل كلام ده عايز اقول لحضراتكم نموذج من الجماهير الوفية المحترمة لنادي الزمالك وقصة يعني معبرة شدتني شخصيا وشدت فريق الاعداد على السوشيال ميديا وهو المشجع الزمالكاوي الجميل ابراهيم محمد عباس وصديقه احمد ماصر ابراهيم صور اللي قدام حضراتكم اتنم مشجع زمالكاوي جميل رحمة الله عليك يا ابراهيم ربنا يرحمك ويصبر أسرتك وأهلك ويجعلك في أعلى درجات الجنة كل حياته كانت نادي الزمالك تشجيع نادي الزمالك وبيجري ورا نادي الزمالك في كل ملاعب الدنيا انا شفت الصور بالصدفة انا عايز الصورة بتاعة احمد ناصر صاحبه وقف مطش المقاولين عشان احكي لسادة المشاهدين القصة دي صور ابراهيم محمد عباس شاب جميل طالب جامعي توفاه الله منذ قبل مطش المقاولين العرب لما توفى ابراهيم عارفين وصيته كانت ايه لصحبه وصديق عمره احمد ناصر اللي انا ابعتزله كان المفهود انه يكون حتى معنا النهاردة فيه مدخلة لكن للأسف مش هنعرف ان احنا يكون معنا على الهاتف او عبر اي وسيلة اتصال لاني ابراهيم وصيته الاخيرة لصحبه كانت انه لازم يروح مطش المقاولين قال له ما انت هتيجي معايا المباراة قال له لا انا ممكن معرفش هاجي معاك المباراة دي بقوله ليه قال له مش عارف وتوفاه الله قبل المباراة فعلا انا عايز الصورة بتاعة الاستاذ لو سمحته لان هي الصورة دي القصة كلها في الصورة اللي صحبه قاعد فيها الوحده هي دي دي المشجع الزملكوي الجميل احمد ناصر والله والله انا معرفه انا من على السوشال ميديا وكلمته وتواصلت معاه وعزيته وبعزي باسمي وباسم مجلس الادارة وباسم نادي الزمالك وقناة نادي الزمالك اسرة الراحل المشجع الجميل ابراهيم محمد عباس طالب جميعي جميل فراح احمد ناصر المباراة بتاعة المأمني العرب واعد الصورة اللي حضراتكم شفتوها الوحده عشان يحقق امنية صديقه اللي توفى الله هي دي او هي دي الرسالة وهو ده جمهور نادي الزمالك وهو ده مشجع نادي الزمالك اللي بجد وعشان ابراهيم وعشان الله يرحمه ويصبر اهله واسرته وخالص تعزين الاسرته وربنا يجعله في اعلى درجات الجنة ان شاء الله وبعزي كمان زميله ورفيقه دربه في المدرجات احمد ناصر وبعزي اسرته لكن عشان ابراهيم وعشان اللي زي ابراهيم وعشان كل مشجع وكل زمالكاوي اصيل وبيحب نادي الزمالك بجد عشان الناس دي بتتلعب كرة القدم وعشان كده وعشان الناس دي احنا هنفضل وقفين وقفين بقوة لأي حد تسوله نفسه ان هو ينال من نادي الزمالك كائنا من كان